أكد وزير الخارجية المصرية سمح شكري على أهمية عمل وتعاون أعضاء مجموعة ميونيخ على احتواء الوضع بشكل استباقي في قطاع غزة وذلك في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظرائه من الأردن وفرنسا وألمانيا عقب اجتماع صيغة ميونيخ للسلام دع وزير الخارجية المجتمع الدولي للتدخل وقف الإجراءات الأحدية الإسرائيلية وأؤكد أن الجهود المصرية المستمرة في هذا الصدد بما في ذلك في سياق الأحداث الأخيرة بخطاع غزة سواء مع طرفها النزاع أو المجتمع الدولي من أجل التهدئة وسعيا لاستئناف العملية السياسية هذا ورغم ما نبذله من جهود مدنية إلا أن تلك الجهود ما زالت لم تؤتي في مراها ونتائجها المرجوة وعلى دوء ما سبق فإنني أدعو المجتمع الدولي والدول الفاعلة والرعية لعملية السلام للتدخل لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وما تتعرض له قضيته من تراجع في الاهتمام من قبل الأطراف المؤثرة والعمل بشكل جاب على وقف الإجراءات الإحادية الإسرائيلية التي تهدف للقضاء على مستقبل الدولة الفلسطينية وحل الدولتين